بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم جميعا هذه موضوعات كتير جدا المفروض أبدأ بها هذه الحلقة واللي بيتابع وسائل الإعلام والصحف الأجنبية وما تنشره وتبثه الفضائيات عن الاقتصاد المصري ربما يكون هو الأولى أن احنا نبدأ به لكن حينما تكون هذه المنشورات وهذه المقالات وهذه الموضوعات لها صفة الحيدة أو لها صفة النزاهة يمكن أن نعول على قراءتها وتفندها واستخلاص ما يفيد اقتصادنا في هذه الإطار وهناك أيضا من يحاول أن ينحو بالجائح الاقتصادية العالمية ويحاول جاهدا أنه يمصرها وكأن العالم يعيش في رغض من العيش وكل الدول بمنأة عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة عدى الاقتصاد المصري الموبوء وكأن الوباء مصري وكأن العالم كله لا يعاني من أي أزمة هناك من يريد أن يسوق الأمر على هذا المحمل وهناك من يريد أن يسوق الأمر على محمل آخر بين من يجلس على أقصى اليمين ومن يجلس في أقصى اليسار نبحث ونحاول أن نصل إلى الحقيقة الحقيقة دون أن يكون هناك تجميل أو تزييف دون أن يكون هناك نوع من التقاير أو التحديب هكذا نحاول دائما أن نضع الأمور في نصابها وفي ميزانها لكن من يتابع الحالة من يتابع موجة الرأي العام إذا كان لدينا راديو أو مزياع ونيجي على موجة الرأي العام نشوف الرأي العام بيقول إيه اهتمامات الرأي العام الرأي العام له اهتمامات وأيضا هناك من يريد أن يسوق اهتمامات للرأي العام يبقى هناك اهتمامات أصيلة للرأي العام نتكلم عن الرأي العام في مصر وهناك اهتمامات مصطنعة للرأي العام في مصر في ناس بتحاول تشغل الرأي العام تشاغل الرأي العام الرأي العام نفسه مهموم بايه؟ مهموم بالأزمة الاقتصادية ومهموم ببناء بلده ومهموم باستكمال مسيرة بناء بلده بعيدا عن العبارات الفطفاضة والكلمات الرنانة الرأي العام الحقيقي المصري الحقيقي مش باخد بس من أقصى اليمين وأقصى اليسار المتطرفين وإنما بقول إنه المصريين الناس العاديين الناس اللي ما لهمش مصلحة إلا بلدهم اللي ما عندهمش جهاز سفر إلا جهاز سفر المصري بكلم بشكل كنائي مش بشكل موضوعي بقول إنه موجة الرأي العام الحقيقي في مصر هي الانشغال بمصر وموجة الرأي العام المصطنعة هي إشغال الرأي العام ومحاولة تسليط الضوء على بعض النقاط وإشغال الرأي العام والناس عن ما يجب أن ينشغلوا به سيبك من البناء البلد سيبك من استكمال المشروعات سيبك من الجمهورية الجديدة وسيبك من المشروع الوطني وسيبك 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 خليك تبص في سفاسف الأمور في توافع الأمور في أمور ما أنزل الله بها من سلطان في أمور لا تبني أوطان خلينا أدور على مشكلة صغيرة في أقصى أقصى اليمين أو مشكلة كبيرة في أقصى أقصى اليسار وحاول أحط أبو قرش على أبو قرشين عشان أرسم لوحة أرسم صورة هذه الصورة صورة مزيفة للواقع وصورة مزيفة للوعي العام وصورة بصرية أو ذهنية غير حققية سؤال أبو ما أبدأ فيه الموضوعات والأخبار هو بجد فيه حد بيحاول يعبث فيه رسم صورة ذهنية أو بصرية للشعب المصري بالتأكيد آه دا قراري وقناعتي وفيه قرارة نفسي بقول إنه هناك من يحاول العبث فيه رسم صورة ذهنية مغايرة أو يحاول العبث برسم صورة ذهنية مغايرة هو عايز يرسم صورة على غير الواقع على غير الحقيقة طيب هو الهدف إيه؟ الهدف إنه يشغلك في مكان غير ما يجب أن تنشغل به الفكرة إنه يحاول يحبطك يحاول يخليك متشكك في ريبة من أمرك هو صح أو غلط؟ هو إحنا مظبوط أو مش مظبوط؟ دابعو